أهلا بكم في الأزمة الأخيرة الحقيقة للي بيحصل في العالم التضخم شوفنا بوريس جونسون أو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا طار شوفنا مظاهرات عالمة في سريلانكا أطاحت بالنظام كله أيضا شوفنا في الأرجنتين مظاهرات في بنما مظاهرات وكل هذه الدول لا تقل في المأساتها عن مصر ديون فساد وساطة محسوبية كل حاجة زي مصر يبقى السؤال وعلى ذكرة كتير من الناس والخبراء والمحللين متوقعين أنه هناك بلاد ستحدث فيها مثل هذه الأزمات زي كدورة الشح وكلهم مصر العالم على صفيح ساخن بسبب الأزمة الإقصادية سقطت أنظمة سقطت حكومات الدنيا تغيرت حالات من الغضب بتكتاحش على فكرة في بريطانيا في مظاهرات لازالت بتاعة السك الحديد عملوها قبل كده هو يعملوها تاني لازالت حقيقة لكن البلاد دي بنجد كمان نحن نكلم على سريلانكا وبانما والأرجنتين فيها تشابهات كتير مع الوضع في مصر السؤال الآن زي ما قلت لك الخبراء كتير رشحوا المصر تكون نفس المصير لكن السؤال الآن مصر إلى أين؟ إلى مصير سريلانكا؟ ولا الجمهورية الجديدة؟ إلى مصير بانما وسريلانكا؟ ولا تغيير زي ما حصل في روسيا من مصطلح الرئيس إلى مصطلح الحاكم العام؟ النظام المصري بيكلم عن نموه والمواطن لا يتحمل الأعباء وحده وأن الدولة بتتحمل عنه الأعباء فهل الواقع الاقتصادي يؤكد ده؟ ولا إنه أوجه التشابه مع سريلانكا بقى قرب الحياة محتاجين نفهم ده أو نفهم الوضع من أهل الاقتصاص فيشرفني يكون معايا على سكايب قالوا أستاذ الدكتور محمود وهبة وأستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال أستاذ محمود أهلا بحضرتك أهلا بك أستاذ محمد وحشتانا والله وأنت كمان تحياتي لحضرتك أستاذ محمود عشان نتكلم سريعا ما هي أوجه الشبه ما بين سريلانكا اقتصاديا ومصر وإلى أي درجة اللي حصل في سريلانكا كما سمعنا من ناس كثيرة جدا مرشح أنه قد يتكرر أنا بقول قد يتكرر في مصر أنا هديك الإجابة من الآخر متشابهة اقتصاديا إنما مش متشابهة سياسيا متشائم اقتصاديا متشابهة اقتصاديا متشابهة اه اقتصاديا ليه تمام سريلانكا وزير كان وزير الدفاع وحاكمها الرجل عسكري وكل حاجة إنما الوضع بالنسبة لسريلانكا مختلف نسبيا هشرح لك بشوية بعد شوية إيه اللي أصده بالكلام ده إنما من حس الاقتصادي كانت أسرة بيتحكم في جزيرة لحوالي عشرين سنة أخي ثلاث إخوات وابنهم مسكين الحك بالحديد والنار وبعدين بيشتغلوا بطريقة غير إدارة سيئة للغاية تصوروا إن لأن بلدهم على ممر بحري إن ممكن يستفيدوا من هذا الوضع فزودوها في البناء المواني ومشروعات جير مجدية وبعدين في فساد يعني ما تلاقي أسرة تتحكم في بلد بحالها طبعا الفلوس تحت ديني فانتهوا إن الاحتياط اللي عندهم كله خلص فما عندهمش بديل دلوقتي مصر وضعها مختلف أنا في رأيي أن مصر عندها بدائل بعكس السيروان فالتحليل الاقتصادي متماثل أنا أقول لك في تقارير بتقول إن هم بالضبط المتماثلين واحد تقرير منهم مجموعة تقرير منهم بتقول إن مصر هتبقى نمرة سبعة من الدول المتماثلة ودي مبنية على ما يسمى العجز في الميزان التجار التانية بتقول لك هتبقى نمرة خمسة ودي مبنية على لا معني سبعة في إي وخمسة في إي يعني الجدول في السقوط يعني مثلا مرشح على رقم خمسة في أحد التحليلات ومرقم سبعة للسقوط في التحليل آخر إنما الأساس مختلف الأساس السبعة بيقول إن الميزان التجاري العجز في الميزان التجاري هو هيبقى السبب الأساس التاني بيقول إن الدين المصري اللي في الخارج قمته بتنخفط وهو هيبقى السبب أنا أشرح لك ده لو أحبيت أشرح لك لا أشرح لي بس أبل ما أشرح لي مين دول؟ مين اللي بيقولوا كده؟ في العادة مجموعة الحقيقة الحقيقة تنقلت الموضوع دلوقتي من ناس متخصصة إلى مش بس بيوت خبرة إنما مستثمرين نفسهم سنة دي وبنوك وجهات عديدة جدا وإعلام وبلومبرج وغيره والحاجات دي فللأسف الصورة اللي بتتعرض عن مصر أنا مش موافق عليها يعني أنا عارف إنها صحيحة إنها مش موافق عليها لإنها بيضر مصر أكثر خلينا أشرح لك موضوع الديون ده لإنه لا أنا الأول أعيز أفهم أنت مش موافق عليها لإنها بتضر مصر يعني أنت بتقول لي أنت بتقول لي هي صحيحة بس أنا مش موافق عليها إنها بتضر مصر أنا مش موافق على الدعاية يعني أنت بس هي صحيحة تعمل دعاية بهذا الشكل على المستوى العالمي بس هي صحيحة يعني هي صحيحة نعم سيد محمود هي صحيحة التقارير دي صحيحة ولا اه صحيحة يعني لما يطع واحد يقول مصر فيها معتقلين رائع ما يديد عيه وحشة بس صحيحة يبقى زي ما وفيش عليها الفان ايه يبقى في الاقتصاد كل ما قلت هذا الكلام كل ما سواء سواء المال خافت منه فكتر يعني انت ممكن تكون بتخلق المشكلة اللي انت بتتكلم عنه بس واقع مش هاعترض على هذا مش هاعترض على هذا انا بس بتكلم على العموم ان لفترة طويلة جدا كان الاعلام عن مصر جيد بمعنى وبرده ما كانش صادق على فكرة يعني الاعلام لفترة طويلة كان بتكلم عن الاصلاح الاقتصادي انه ناكح وهكذا بينما هم عارفين انه مش صحيح لوقت بقى بيتكلموا على الحقيقة اه طيب طيب هتشرح لي بقى كنت هتشرح لي بس سريعا وبدون كلاكية اقتصادية لانه بفهمش اقتصاد يعني لا مفيش كلاكية اقتصادية انا هسألك لانه افترض انك اشتريت عربي كويس بتشتريها بسعر بسعر رسمي يعني سعر من الاجانس بعدين حبيت باعها واللي اشتريها منك هيباعها واللي اشتريها من التالت هيباعها اللي بيحصل مع ديون مصر انها اول ما بتطرح كسندات بتطرح على ان الدولار يساوي ميت سنت وبعدين بتتداول من ايد لأيد لأيد فبتنخفض وصل بها الامر دلوقتي انها حوالي ستين سنت كل دولار اللي هو ميت سنت تقدر تشتري بستين سنت وبدأ بكم بميت سنت طبعا ده الخيمة الاسمية يعني بدأ الاول بميت سنت ووصل لبرحلة انه خسر 40% تقريبا تقريبا وبيخسر كل يوم وده ده مؤشر للأسف محدث منتبه ليه انما اسوأ من اي المؤشرات التانية يعني هم عارفين مشاكل انا وانت اتكلمنا كتير عن موضوع القرور مش محتاجين نرجع لها ولو ان انا عايز اعز اعلق عن موضوع ده بيئة واحدة بعد كده انما مش منتبهين هم الى ان ده بيقفل عليهم تماما طريق القروض الاختراض بيقفل على مين بيقفل على الحكومة وانت عايز الحكومة تقترد لا انا مش هل تقترد انه هو دهش يعيش من غير القروض هو بيشتغل بالفلس ابو اقول لك ناس محمود لما ركز معي الله يخليك يعني انت دلوقتي هذا النظام عايش على القروض بالضبط وهذه القروض مش هتفع على النظام هيتفع على الشعب لا الشعب هيتفعها ولا نظام هيتفعها لانها مش ممكن تتدفع هتعمل ايه حجمها كبير ما تتدفعش يا محمد ايوه ما هتدفع بقى اجيال ولا اجيال ولا غير اجيال لو ترجع للتاريخ المصر في دفع الديون من اول 1907 من اول حقيقة يمكن حتى الملك فروض مصر ما عندهاش عملة صعبة كافية انها هتدفع الديون فما دفعاش ابدا المرة الوحيدة اللي الدين انخفض فيه لما مبارك اعفية من مبلغ منه انما قدرة داخلية المصر انها تسدد ديون غير موجودة اقصدك مبارك داخل حرب الخليج وتم عفاء من جاء بعرض ديون الاسكرية بالدب انما انما مدام الدين ارتفع ما بينزلش في تاريخ مصر كله ليه لان عندها اجز في العملة الصعبة انت بتدفع بعملة صعبة منما عندك عز في عملة صعبة مش هتدفع طيب اوكي اذا التقارير اللي عند حضرتك بتقول ان الدولار وصل من 100 الى 60 سنت قيمة الدين المصري بالدولار من 100 الى 60 بس على فكرة انت لما بيع سندات ببيعها بالدولار الدولار 500 سنت بس على فكرة الخبير انا توفيق مع عمر قديم قال بخمسين تلاتة وخمسين الحقيقة انما ده على اجل طويل انا مش عايز اخش في تفاصيل من هذا هو قال انا لا افهم اجل طويل ولا انا اعرف ايه الاجل عند ربنا انما هو قال ان السك المصري وصل لخمسين في المائة بتختلف من اجل ايه مدته ايه هي فعلا تلاتة وخمسين وان يوم ما اتكلم او ان يوم ان هذا الكلام حصل نزلت واحد وثمانية يعني نزلت خسرت سنت وثمانية يعني حول اثنين سنت طيب انا باكلمك دلوقتي هي بتخسر طيب استاذ محمود انا دلوقتي مواطن مصري مواطن مصري وشايف تضخم وشايف كوارث وهو مبارح زود البنزين والسولار والمزوت والحاجات دي هل ترى خلينا نحل بقى يعني خليك انت سيساوي لا قدر الله وانا سيساوي الشربان ربعيد ونحل هل الحل في قرد جديد من الصندوق محمد باشر انت فاكر لما اتكلمنا من ثلاث سنين وانت لاتبطلني الدنيا وخلتني تشتمت كنا بنقول نفس الكلام ده بالضبط بنقول انت افتردت زيادة عن اللازم وانا قلت كان هما بقولوا الدين 120 وانا قلت حوالي 180 شتموني قالوا اننا جاي اللي قاعد في امريكا اللي يعرفني في مصر وقلنا وانا قلت مرة واثنين واثنين وهقولها تاني الوقت انا ما بتكلمش كمعارض ولا بتكلم كناقض انا بتكلم كراجل فني اما تقترض ومعندكش قدر انك تدفع الدين الا بقرد تاني انت بتشتغل بحاجة اسمه عملية نصب شركات توظيف الاموال تلبس طواهي في النهاية لابد تخفض ناسك في الحين هذا الكلام انا بقوله من 2016 وقلته في البرنامج بتاع لو رجعت له هتلاقي ان انا قلت في البرنامج بتاع وقلت المال الساكن ده اسوأ حاجة ممكن تحصل يقوم وزير المالية يطلع يقولك ايه بعد سبع سنين اتعلم درس ان المال الساكن مش كويس للمصر طب كنت تسمع احنا كتبنا للناس دي مذكرات وبزوء وبهدوء والوزير المالية والريس وغيره وغيره يقولهم يا جماعة الطريقة اللي انتم ماشيين فيها دي تحت لبسك في الحين الوقتي طالع يقول لي ان المال الساكن ما كانش كويس هو المفروض يضيف حاجتين تانيين المفروض يقول والاقتراد نفسه بدون حساب مش كويس ده ده مسألة واضحة ماش محتاجة حد المفروض يقولها لان ده اللي عملوه اقتردوا بدون حساب يا استاذ محمد ما بيمسكوش ورقة ويعدوا انا بعيد انا ارقامي اكثر دقة من ارقامهم لان اكثر من جهة تشترك الحاجة التانية المفروض كان يقول انا بسدد بطريقة غلط انا ما عنديش دخل اسدد منه وما ده ما عنديش دخل منسدد منه بطر اقترد ومطر اقترد لا بس هو قال لا 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 هو قال الوزير المالية طلع قال نحن بنسدد ومشيين كويس في السداد ده له تصريح يا علي ما عليه الشتعب يا علي الله يكرمك قال بنسدد الديون بتاعتنا وزي الفل يا استاذ محمد انت سيساوي وانا سيساوي دلوقت لا قدر الله احنا دفعنا تلاتة ان مصر دفع تلاتة وعشرين مليار دولار في شهر الاخراني او قدت اسابيع الاخرانيين طيب انا معاك انما هلديني المجموع نزل اذا كنت انت بتسدد يبقى المفروض المجموع ينزل لا لا تلعب ده زاد مية سبعة وخمسين وثمانية مليار كان مية خمسة واربين زاد ليه زاد ليه لا لا زاد ليه يا استاذ محمد زاد ليه لانه لسه بيختارد لم يتوقف عن الاختراع فلما يقولك انه هو سدد هو مش سدد هو المفروض يقول انا اختاردت ثلاثة وعشرين من الراجل ده ودتهم للراجل ده فهو بدل ما يقولك ان انا اختاردت يقولك انا سددت انت ما سددتش لان اجمال الدين بتاعك لم يرتفع مش انخفر لو انت دفعت وسددت اجمال الدين بتاعك انخفر يعني فيه واحد الوقت قاعد مثلا في عزبة في مصر ويشوف اللقاء بتاعنا ده او في ناجع او في بلد في اي حي في اسكندر اي في القاهرة وبقاني يجي يقول ايه هو يعني انا قاسف جدا ما حفظ الالقاب يا فندم لا لا ما يجراش حاجة هو يعني لسم محمد ناصر والاخ محمود وابد اي فهم وحسن من وزير المالية واي فهم وحسن من الدولة والحكومة والحاجات دي لا احنا بمقيمش الناس انا بقيم الارقام الارقام هتحاول راجل في النهاية يعني معقولة هما مش شاهمين انا ده اللي عايز اقوله معقولة هما مش شاهمين الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اه ليه بتخش في النيات انا تصور انهم فاهمين انما انا تصوري قدر القدرة على التصرف محدودة لانه هو من 2016 حتى نفسه في وضع لازم يطلع ويختارد من سعجبه ولا مش عجبه لازم يختارد من الدين السائل ما عندوش اختيار كان مدام بيستمر بهذا الشكل مدام اخترد وما عندوش دخل يدفع منه لازم يستمر في الاختيار طب معنا سواء المحمود هل لديك يعني سؤال بقى بعيد عن القصة دي هل لدى حضرتك لدى محمود أهد هل لديك تجربة مع صندوق النقد ونجحت 64 حالا صندوق النقد كلها فشلة وانا هضيف حالة مصر لان اذا كنت عندك برنامج الصلاحي اقتصادي وبعدين راحت اختار التاني يبقى فشل يبقى 65 حال اضيف عليها على فكرة حالات تانية لانها عندها مشاكل جامدة يعني هي توقفت عن توقف عن اقراض سيرا لانكا وبتلسه بيتفاوض مع لبنان مع ان لبنان محتاجة الفلوس 65 حالة فشل صندوق النقد صندوق النقد ده بلوة اهو استاذ محمود محمود بيه على الشاشة دلوقتي بتاريخ اربعة يوليو يعني اول اول مبارح 22 المالية فساد البلد تطمئن المواطنين قادرون على ادارة الازمة الحالية وتحت بقى اطلع 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 واكد على ان الدولة قادرة على سداد ديونها وفوائدها وكافة التزامات واحتياجات المواطنين متابعا نحن قادرين على ادارة الازمة الدولة قادرة يا دكتور شوف اهولك هو يقول اللي عايزه انا عايزه شوف هو بنفسه لانه هو اخر مرة سدد فيها ديون سددها من الاحتياطي في البنك المركزي ايه ما حدرش اقترد فسدد ودي مسألة خطيرة جدا ان انت الاحتياطي ده مش مفروض تمثل ان هو اللي اللي بينظم لك السياسة النغضية وبيدمر لك انك تشتري الاكل والحاجات دي ايه اخر مرة اخر انخفاض في لا المرتين العائل انخفاض في الاحتياطي الاولاني قال انه نتيجة لدفع الديون كيف تستخدم احتياطي لدفع الديون المرة التانية ما قالش السبب انما بالتأكيد هو نفس السبب هو انه دفع بيبدأ يدفع الديون من الاحتياط لو هستمر على هذا من الوال انت هتلاقي نفسك سرلانكا ما عندك سرلانكا هتلاقي نفسك سرلانكا نعم هتلاقي نفسك زي سرلانكا اصدقلي يعني لو قعدت تصرف تصرف من الاحتياط النقدي طيب دكتور محمود يعني هو الان هناك مفاوضات بين النظام المصري وسندوق النقد على قرد جديد ما يتوقعاتك للشروط القرد الجديد من صندوق النقد ولا ومع الوضع في اتوارنا نازلنا نعاني قبل ما اخش في الكلام ده لا الاقتراض من صندوق النقد ولا ما يسام بالدعم الخليجي هيحل دي كلها مسكنات مش هتحل مشكلته لان مشكلته حجمها اكبر ومدتها اطور مش هتحل المشكلة الحل ما هوش اقتصاق انا قلتها اعتقد معك او لا مش معك او مش معك بحده ليس هناك حل اقتصادية حاليا ان مصر انه هو يلاقي طريقة الخوف الشروط بتاعه سندوق النقد هتبقى اكثر صعوبة المرة وانا توقع انهم بلهم مدة طويلة بيتفاوض انهم هواصلوا لشكل من اشكال التباقات انما هتحط على الشعب شروط قاسية جدا مش على الحكومة بس على الشعب يعني يعني انا منصحهم يسيبوها يسيبوا المفاوضات لان في النهاية مش هتحل المشكلة ومن اين يدفع ما يدفعش انت انت زي ما كنت قاعد في اسرة والدخل ما يغطيش هتسفع من اين استلافت من الجردة لا بس معلش انا سالف منك انا سالف منك ومن محمد ومن صالح ومن علي ومن الناس ده يعني هعمل ايه هسندد لهم ازاي 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 هو هصن عن انا بقولها هذا الكلام وسجله علي خد التاريخ نطيع النهار هيوصل لمرحلة انه راني يستطيع السداد انا يريت لا 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 لحظة بس عشان هنسجله أنت تتوقع أن نظام السيسي لن يستطيع سداد ديونه أنت الطاقة لا أنت قلت كده مش هسدده نعم قلت هو مش هسدد لا مش هسدد أستاذ محمود أنا بقول لك أنت الآن تتوقع أن النظام السيسي لن يستطيع سداد ديونه مظبوط بالدب في الحالة دي بقى يا دكتور محمود مش بتعتبر هذه الدولة بتعلن إفلاسها هو عمليا هو في هذه المرحلة إنما التوقف عن السداد هو عبارة عن في القانون الدولي ما فيش حاجة اسمها إفلاس للدول يعتبر إفلاس أنا النظام ده زي ما تقول عنيك مش هيتلع يقول لك كلمة لن أفلاس وهيحط عليها جميع أشكال الخدع والألعيب والكلام والكلام الظريف والكلام من ده علشان يغطع لي إنما لن يستطيع السداد معنا كده إفلاس طيب هنرجع بس خنيف الإفلاس ما هو كيف تتعامل الدول في العالم مع دولة مفلسة ولو حتى من الباطنج مفلسة كده يعني الدول اللي هي لها ديون طبعا مش هتبقى راضية إنما أنا اللي همني كيف ستتعامل النظام مع الشعب لأن الإفلاس معناه إن النظام المصرفي بيتضرب إن خيمة الجنيه انخفضت تماما إن الغلاق سيبقى أسوأ الضرائب هتزيق زي لبنان كده زي لبنان نعم زي لبنان كده زي لبنان وزي سيرالنكا وزي الأرجنتين وزي اليونان كلهم بيمشوا نفس المناك فإنما أنا في تصوري لأدي لنما إحنا بدأنا ندخلنا في عملية الحلول أنا قلت لك من الأول إن سيرالنكا ما عندهش حل خالص مصر عنده حلو مصر حلها في منطق البصر إن النظام يرحل يرحل برحمة بزوء أو يرحل غزبا عنه إنما قروجه هيسمح بالتوقف عن الإقتراض ويتوقف عن السداد لأن انت هتقدر الجديد الحاكم الجديد هقدر يقول والله إذا كان فاسل هو ما قدرش يروح ويقول أن الدين اللي أنا خدته كان فاسل لا نقف هنا بقى تبدأ هنا دكتور محمود البعض البعض بعضهم ادعى أن السيسي يملك أو بنفذ خطة شيطانية هذه الخطة هي الأرض المحروقة حتى لا يستطيع إنه حد ييجي من بره أو غيره يصلح ما أفسده السيسي يزبح ليس شوفي سيدي أنا ما أمنشي بالكلام اللي هو غايبي أنا بكلم عن أرقام أدامي والأرقام اللي أدامي بتقول إن البلد فعلا بيتم فيها تخريب متعمد أو غير متعمد دي مسألة نية ما أقدرش أحكم عليه إنما أنا عايزة أقول لك هو لو لو استقال أو أخير مصر تبقى في وضع أفضل على الأقل خمس مرات من وضع الحال ليه؟ خليك معايا لو سمعك نمر واحد أنت بتطلع من الميزانية بتاعتك دلوقتي تريليون وتمنمويت جنيه تمنمويت مليار جنيه للديانة أوكي النظام مشي متوقفت عن الاختراف مش هتلعه يبقى عندك تريليون وتمنموية تقدر تستخدمهم للخدمات التعليم الإسكاني للمرتبات وخلا لا أنا مش هسلم بالكلام ماذا تعني أن النظام السيسي مشي فأنا مش هسدد ما هي هي لو مشي لو هو مشي أنت عندك نظام جديد جاي في وضع يسمح له أنه يقول أن هذه الدين فاسدة وبالطبيعة اللي هيجي مش هيستمر في الاختراف يعني أنا مش متصور حتى لو أسكري تاني جي مش هيقدر يحل المشكلة حل المشكلة مشكلة صديق بس باقترد مش حل الخلاصة أنه لو مشي الميزانية حاليا فيها صف صف ينفق على الشعب صف ليه؟ لأنه بيطلع منها تريليون وخمسمائة وخمسين مليار جنيه للديان الإرادات كلها تريليون وخمسمائة يعني أكتر اللي بيطلع أكتر من اللي جاي من الإرادات فلو هو خرج المبلغ ده هيقعد يبقى قادي تريليون وثمانمية خليك معاه للآخر وبعدين فيه حاجة اسمها اقتصاديات الجيش الإرادات عندهم حوالي تريليون ضيف التريليون دي على التريليون وثمانمية يبقى أنت عندك اثنين تريليون وثمانمية أنت بتصرف صفر دي الوقت الوقت بتصرف صفر لأنه كله بيطلع ضيف عليها السندوق السياد تريليون جنيه إرادات روكي يبقى وصلت تريليون جنيه وثمانمية بدل صفر ضيف عليها السندوق الخاصة حوالي تريليون ممكن تبقى أكتر إنها مفترض أنها تريليون يبقى وصلت إلى أربعة تريليون وثمانمية مليار جنيه موجودة في البلد بدون ما تعمل أي إصلاحات بدون ما تعمل اقتصاد الأزرق أو التكنولوجيا والكلام اللي احنا كلمنا عنه ده موجودة في هذه البلد بدل ما أنت بتصرف صفر على الشعب هيبقى عندك أربعة حوالي خمسة تريليون جنيه تشتغل بيهم ده أبسط حاجة هتتم حتى كده أنا بقول لك إن في حلول ده في حلول بس الحل ده الحل ده في حال راح على النظام السيسي لابد إنه هيرحل ليه لابد؟ لأن ما فيش دولة بتفلس والنظام بعدها يستمر ما فيش دولة بتفلس والنظام بعدها يستمر لا ليس ليونف لأن اللي بيعملوا في الشعب بيينكل به والشعب هينكل فيه الشعب ده لا 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 الشعب ده هينكل بالسيسي أنت خاف من البندقية لا هو فين أصلا الشعب شعب عندك مئة مليون وخمسة فين بيعملوا إيه ده زاد عليهم الأسعار وزاد عليهم البنزين الناس عادي بتعمل كوميكس وبتسخروا الناس ده لازم تفهم أن ده نتيجة أن هم بيصرفوا زيروا عليهم من الميزانين وأن لو لو مشوا هيصرفوا عليهم خمسة تريليون جنيه الداخل بتاع الفرد نفسه هيزيد على الأقل تلات مرات بس لو يفهم يعني فيه ميزة أن النظام يمشي مش بس العملية أن أنت بتكره النظام وبتعترض عليه وبتنتقده وأنه بيعمل فيك كذا وكذا وكذا وانت زعلان لا لو مشي فيه ميزة معلش يا سبيل حمود يعني أنت يعني يبدو يبدو أنك في حتة وما يحدث في العالم في حتة تانية ده كمان شهرين ولا مش عارف ايه في قمة المناخ في شرم الشيخ وسيسي يبقى قدام رؤساء الدول والحاجات وبتاع ومنظرة ما لهاش معنى لأن أكتر حد بخرف المناخ النظام الحال أي ماشي بس هيجوله يعني هيجول ما هو ده تأييد دولة هيدوله فلوس لا فيش فلوس ده بالعكس هو هيصرف أصلا نعم هم هو هيدي الجزء من مشكلة أنه بيصرف بدون ما يدرس دي مزي من مشكلة ما هو بعض الناس هيولك هيولك لما يستضيف مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ده هيجيب سياحة جديدة والعالم كله هتفرق بقى يشوف شرم الشيخ وبتاقي كده يعني طب ما احنا عملنا حاجات زي كده كتير السياحة السياحة ربنا كرمك توصل 12 مليار 15 مليار السياحة مسعملية منتظمة متوقفة على الحاجات كتيرة جدا ما هيش منتظمة إنما اخترت جالك 3 مليار دولار زيادة بالسياحة وأنا ما أعتقدش لأن في بالك مع المناخ بيجي ناش نشطاء للتظاهر أي هيبقى الإعلام مركز مش هيركز على المؤتمر بيركزه على المتظاهرين وخاصة إنه هو بالوقت فاصل بين النشطاء من الخارج واللي في مصر مانع المصريين من التظاهر وسامح للنشطاء من الخارج بالتظاهر في مكان مخصوص بيقوله آه يعني في النهاية في نهاية حوارنا ده أنت ترى يا دكتور محمود أن الحل لكل كوارث مصر بصرف النظر عن كرايتك للنظام أو ضده أو معه أو أو أنت ترى أن الحل وحيد هو رحيل هذا النظام رحيله لو عنده رحمة بالشعب يمشي لو ما عندهش يبقى الشعب هيشيله ما فيهاش جدال يعني ما تقولش الشعب ساكت مشغول مش عارب إيه ده الأمر هيوصل لحالة ما حصل ده نفس حصل مع سيلانك تباك اللي حصل مع سيلانك أن هم أن الحكومة سكتت الحكومة ضربية مبروستس ومهودة مقاتل الناس وعمل وعمل توارئ وعمل منع التجاو وعمل كل حاجة ممكن تتعامل وبيعملها النظام إنما الشعب ما موقفش وشوف عليها في النهاية كان في الأسر بتاعه حرقوا البيوت والراجل هرب زي الجباني يعني مع أنه كان عسكري جنرال رجل كان بطل كان بطل تحريف أي يعني في النهاية أنت ترى أنه عدل الخاتمة أنه لابد أن هذا نظام سيرحل سيرحل لابد لأن الحل الوحيد اقتصاديا بينتهي بالسياسة أنا مش شاهد حل اقتصادي الحل الوحيد يبقى عمل سياسي وهو النظام يمشي ويجي حد بعده ويحول كل الميزانيات اللي هي بتطلع من مصر بتطلع من جيوب الشعب تروح لمجموعية في الجيش يا في السندو السياري يا السندية الخاصة وترجع للشعب يعني حتى وزير المالية قال أن أنا عندي 42% بس بتحكم فيهم في الدرايب الباقي طبعا جهات معروف ما بتدفعش درايب أنت كده بتستعيد أنت بتستعيد مواردك دي مواردك دي مهيش مواردك دي مواردك ولا موارد السندوق السيادي ولا موارد السندوق الخاص بعد ما يتم هذا الكلام هيبقى عندك حاجة تاني برضو مهم وهي المفروض أن أنت يبقى فيه فترة ثورية الناس الناس اللي هي عملت يعني عملت خطأ بالنسبة للبلد تحاكمها وطلبها بحاجتين اللي خدوه بدون تمد يرجعوا للشهر وهما في البلد واحد خد أرض خد مش عارب إيه خد مسنع يرجعوا الفلوس اللي طلعوها برا وهي مبالة ضخمة جدا للغاية ترجع الجوزء ده الجوزء ده أستاذ محمود له له مجال تاني أو له مقام تاني لكن الآن عشان بس الناس تفهم الأستاذ الدكتور محمود وحبة الخير الإقصاد يرى أنه لا بديل عن رحيل هذا النظام في ظل هذه العزمات المتلعقة التي لا حل لها في وجهة نظره وأنه النظام ده هيرحل هيرحل وأنه يرى الدكتور محمود وحبة أنه لا بد للنظام أن يرحل طوعية وبإرادته بديلا عن أن الشعب يتحرك وسوف يطيح بهذا النظام أنا بقى على شأن من باب الأمانة لازم نقول أنا وإنت لازم نقول إحنا توقعنا أن مسألة ديون السكنة والبانز سكيم والحاجات دي هتخبط رأسه في الحاجة فينا وطلح صحيح وده اللي احنا فيه دلوقتي احنا روادي أنا بقى أعمل تنابه تاني دلوقتي وهو أن هذا النظام الحالة الأقصادية في مصر هتنتعي من صف لخمسة تريليون ما ده تمام ده وصلت الفكرة الخبيل الإقتصادي ورجل الأعمال الدكتور محمود وقهبة بشكرك جدا يا فندي الله يخليك نشوفك بخير نشوفك بخير مع السلام مع السلام ده رأي ده رأي الدكتور محمود وقهبة ونشوف رأيه كنت وإيه واللي عايز ينتظر عندك وقت كتير جدا عدوا انتظروا بقى لحد ما قال لك السماء بكرة تمتر لحمة قال له كانت غممة النهار ده رغفان هفكركم بقول قاله كارل ماركس وأنا مؤمن بهذا القول الفقر لا يصنع صورة ولكن الوعي الوعي بالفقر هو اللذي يصنع الصورة ما يحدث في مصر الآن هو إفقار لمصر والمصريين